ازاي اكو جمهورية ابو اسليمان عاملين ايه وحشتوني جدا جدا بصوا جماعة عشان بس الناس دعو السعيد الفترة اللي فاتت دي كانوا بطلبوا مننا مكن سنجر كتير قوي جبنا مكن سنجر صيني ومكن سنجر تيواني ومكن مرسيدي سيباني وكمان انا بس طالع النهاردة لان عندي بس حاجة كده زي تكريم وحفل تخرج لحد من احد جمهورية ابو اسليمان واهو اسمه مصطفى شبيب في اللقصر ارمانت محميد بحري مصطفى شبيب طبعا احنا كلنا كل جمهورة ابو اسليمان هيبارك له عالتخرج وبقى من شاء الله محامي خلص حقوق وحتى هم كانوا عندي النهاردة بياخدوا مني مكنة والوالدة كانت فرحانة بي جدا انا ببارك لك يا مصطفى وكل جمهورية ابو اسليمان ببارك لك الاسم مصطفى شبيب في لقصر في ارمانت محميد بحري الف مبروك ويا رب اهو بالولادنا كلهم كده طبعا انا بصراحة كلمت مع الحجة قلت لها حاجة جميلة جدا ان حضرتك تربي وتشقي وتتعبي وابن حريك يعني هم تقريبا النهاردة او بكرة بالليل حيروح يحضر التخرج وهو الحجة ربنا يا خلال ويديها الصحة بنبارك لك كلنا درش وانا عملت الفلوك كده مخصوص عشانك والله العظيم لان انا من عشاء اهل لقصر واهل اسوان هم دول اللي كبروا قناتي وانا بقول كده من غير ما حد يزعل لقصر واسوان بحري كل الناس دي السعيد كلها جماعة هم اللي يعني يخلوا قناتة بوسليمان دي اللي موجودة وصلة الالوفات اللي احنا فيها الحمد لله واللي عايز بقى مكنة من السودة دي اا يعني عايز مكنة شقة وشغل ومعاها طبعا الجهازة اهو بتاع الزجزاج عايزين تشوفوه برضا او رهولكو ده الجهازة جماعة اللي احنا قلنا عن الاختراع الجميل اللي بيخل المكنة تعمل زجزاج وتطريز ووفرلوك هادي الجهازة اهو الجهازة اهو يا جماعة شايفين بسم الله من شاء الله اهو بيحول المكنة يخليها زي زي المكنة الابيض زي ما انتوا شايفين اهو جهازة عليه خاص المكنة عليها خاص مستني كل جمهورية ابو سلمان يجو ينوروني اللي عايش احنا نبعط له فيديو زي ركب الجهاز وزي يشغلو بحبوكو كلكو واستنوني الفيديو الجاي ومبروك يا درش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته